السلام عليكم معكم دكتور سيداني محمود إريطان النهاردة عن نتكلم عن منتج متميز جدا المنتج ده عبارة عن أكياس بتستخدم لتقوية العظام والوقاية منهجة العظام يا دكتور فيه منتجات كتير في السوق فيها كلسم وفيها فيتامين دال وبرضه بتستخدم لتقوية العظام والوقاية منهجة العظام ايه الفرق بين منتجنا النهاردة ومنبقى المنتجات منتجنا النهاردة زايد عليه فيتامين كاف اتنين وفيتامين كاف اثنين ده اتفرجوا لغاية اخر الفيديو واتعرفوا فوائد فيتامين كاف اثنين منتجنا ده متميز جدا 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 منتج في فيتامين كاف اثنين منتج في كلسم منتج في فيتامين دال يعني منتج سلاسي المفعول معانا النهاردة كالديكسا اكياس الاكياس ده عبارة عن ثلاث عناصر كالسم فيتامين دال فيتامين كاف اثنين النهاردة بقى نتكلم عن فيتامين كاف اثنين وايه فايدته وليه حطوه مع الكلسم وفيتامين دال فيتامين كاف اثنين هو مشتقم فيتامين كاف فيتامين كاف عبارة عن كاف واحد وكاف اثنين كاف واحد ومتخصص بالعملية تغلط الدم وتخصر الدم فيتامين كاف اثنين متخصص ينقل الكلسم للاماكن المرغوف فيها زي العدم والسناد يعني نقدر نقول كده ان فيتامين كاف اثنين بيساعد على امتصاص الكلسم من الاكل يعني بيسهل دور فيتامين دال وياخد الكلسم ويحطه في العدم والسناد طب ايه اللي عايقود علي وايه الفايدة من الكلام زي ده الفايدة من الكلام ده ان انا هقل الوجود الكلسم في الاوعية الدموية تمام مش عرص الكلسم كتير في الاوعية الدموية يعني عيق القلب والاوعية الدموية من التجلطات تمام وده حاجة كويسة جدا يعني مش عيعمل ترصبات على جدار الشرايين مش عيبقى فيه خطورة لزيادة الكلسم اصلا في الدم تمام ده حاجة متميزة جدا وفهمناها فيتامين كاف اثنين كمان فيتامين كاف اثنين بيقي من السرطانات من الحاجات الفايد كتير جدا فيتامين كاف اثنين فيتامين كاف اثنين يمكن لو دورت عليه في منتجات في السوق منتج اسمه مينا كيوم ومنتج ده غالي شوية بحياه 90 جنيه ومنتج اسمه كالديكس اكياس كالديكس اكياس عبارة عن اكياس باربعين جنيه انتو متخيلين اكياس وطعمها بتعم البرتقان ايه الميزة اللي في الاكياس دي اول حاجة طعمها لانها طعمه البرتقان فطعمها جميل الاكياس دي مين اللي بيستخدمها؟ بيستخدمها لحوام المرضاعة عشان تعوض النقص الحاصل في الكلسام وفيتامين ده وبقى تحت اشراف الطبيب المختص تمام؟ وكمان بيستخدمه لتقوية العظم وبيستخدمه كمان للوقاية من هشاشة العظام يعني استعمالات مفيدة جدا ومهمة جدا طيب الكلديكس اكياس منستعمله ازاي؟ منجيب الكيس ونحطه على ربع او نص كبات مية ونقلبه كويس وناخده مرة الصبح ومرة بالليل الاكياس دي طعمها جميل بطعم البرتقان تمام؟ وانه يمكن عبارة عن فيتامين كاف اثنين الا عبارة عن منتج رخيص موجود فيتامين كاف اثنين في كلديكس اكياس بكام باربعين جنيه زي ما حادكم شايفين هذا السعر اربعين جنيه السعر باربعين جنيه طبعا منتج رخيص جدا بالنسبة للمينيكو المستورد اللي عمل حاجة وتسعين جنيه فمنتج فعال جدا 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 يبقى من اخر كده والخلاصة اللي عايزين قبل من انهي الفيديو ان وظيفة فيتامين كاف اثنين هياخد الكلسام ويساعد على امتصاصه من الاكل ويودي العظم والاسنان يبقى مش عيرس بكلسم كتير في الاوعية الدموية او الشرايين والقلب يبقى عيقم من التجلطات تمام؟ وكمان في نفس الوقت عيحم من السلطانات يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم سلام عليكم شكرا